السلام عليكم نحن الآن في الجزء الثالث من شابتر استروجين and androgyne وحكينا عن الاستروجين وحكينا عن الاستروجين وحكينا عن الاستروجين والآن ننتقل للجزء الثالث معلش انا معاقسمهم لبارت لانه كل فيديو لازم ما يكون اكترين حوالي 20 دقيقة لانه اكتر من هيك رح يكون في صعب علي يسوي ابلودنج مش صعب صعب علي لانه النت هون لانه النت سيئ والقسم الثالث هو البروجستينز البروجستينز الاسي يعني جاية نجمع البروجستين هم اللي كو كأنه العربية البروجستيرونات ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا من وين بتصنعه؟ هل في مصدر واحد للبروجستين في أشياء؟ نلافين أكثر من مصدره وهل هو موجود بالفيميلز فقط وليس موجود بالميلز؟ لا موجود بالفيميلز والميلز يعني عند الرجال موجود والمسؤول عنه هو الخصى التستس عند الرجال وعند الفيميلز بتصنع حتى كما عند الرجال كما بتصنع الأدرينال قلان تذكر إحنا لما كنا حكينا عن شابتر حكينا عن الأدرينال كورتيكال هرمون كمان الأدرينال كورتيكال هرمون بتصنع كمان الكاسكيدز والستيبس اللي شفناهم في البيوكيميستري للأدرينال كورتيكس كنا نشوف البروجستيرون كان بتصنع فهلأ الأدرينال كورتيكس عندها ممكن تصنع بنهاية البروجستين كمان بتصنع البروجستين بس هنشوف هلأ مين هو الاندوجينوس بروجستين وعند الرجال التستس اخصى ايضا بيصنعوا البروجستين عند الرجال ففي عنا اكتر من مصدر لتصنيع البروجستين هلأ البروجستين اسم لمجموعة الاندوجينوس يعني بتصنع بشكل داخلي اندوجينوس بروجستين هو اسمه البروجستيرون بروجستيرون هلأ شو وظيفة البروجستيرون هلأ البروجستيرون كالتالي عنده اكتر من وظيفة من اهم الوظائف تبعته لالله خلقها تبعتنا اثناء الحمل هو بيثبت الحمل بيثبت الحمل بيثبت الحمل وبيمنع حمل جديد يمنع من حدوث حمل جديد خلال عملية الحمل هلأ اذا امرأة لا حملت طبعا هي غير مستعدة انها تحمل بطفل تاني وهي حاملة بالطفل الاولاني واجسمها رح يكون مركز على الحمل الحالي اوكي فالبروجستيرون اللي هو الاندوجينوس بروجستين كيف بيحافظ على الحمل الحالي وعد امرأة حامل وفحصنا كمية البروجستيرون الموجود بجسمها بدمها رح تكون عالي شو وظيفته انه يحافظ على الحمل كيف يحافظ على الحمل اكبر او اهم ميكانيزم انه البروجستيرون بيحافظ على الحمل انه بيقلل من انقباض وحركة الرحم بيقلل من الcontractility of the uterus ايوة لانه اليوتيروس صالها انقباض معناها تسعتها الجنين ويطلع برا فالبروجستيرون بيقلل من الانقباضات ويمنعها خلينا نحكي بيمنع الانقباضات معناته انه الجنين رح يضلوا داخل الرحم الاشه التاني انه طبقة الاندومتريا بتزيد بتزيد كثافتها ليش بتزيد كثافتها؟ بتزيد وسيد من تضخمها وذلك وكأنها عشان تعطي بيطانة مريحة للجنين من المسؤول عنها؟ مسؤول عنها بشكل اساسي البروجستيرون فطلعوا كيف انه البروجستيرون هو هرمون الحمل حتى انه بيريح الجنين فيه كمان شغلة تانية بس اوكي لا اوكي نخلي نرتب المعلومات نرتب الافكار انه البروجستيرون هو هرمون الحمل بيثبت الحمل بيثبت الحمل حكي انه بيقلل من ال الكونتراكتيليتي اف دايوتيروس وبيزود من الثيكنيس اوكي الثيكنيس اف دا اندومتريا فالامور تمام بالنسبة لتثبيت الحمل لكن كيف انه بيمنع حمل جديد؟ كيف انه بيمنع حمل جديد؟ الان البروجستيرون انه اخر منتج تم تصنيعه مين بتحكم فيه؟ بتحكم فيه الكوربوسي الوتيوم اللي موجود بالاوفاري مين بتحكم فيه الـ L-S الـ L-H الـ L-H اللي هو من اين بيجي؟ الـ L-H اللي بيجي من البيتيوتريقلاند ومين بتحكم بالبيتيوتريقلاند؟ مين بتحكم بيفراز الـ L-H من البيتيوتريقلاند؟ هو الهايبوثالامس ها في عنا الهايبوثالامس البيتيوتري بعدين نروح على الكوربوسيتيوم بعدين بيفرز البروجسترون هلا البروجسترون لما بيكون عالي معناته انه الهايبوثالامس سوي negative feedback فرح يمنع الهايبوثالامس انه يفرز القوناتوتروبين releasing hormone هذا معناته انه البيتيوتريقلاند ما رح تفرز الـ L-H وحتى كمان الـ FSH كمان FSH بتحكم بالمين؟ بتحكم بالإستروجين وبهاي الحالة ما رح تروح على الـ ovary وما رح ينفرز لا البروجسترون ولا الإستروجين تحكم بالمينة طيب معناته بما انه البروجسترون لو كان اتحكم بالمينة رح يسوي negative feedback معناته رح يقلل من إفراز الـ FSH والـ L-H معناته رح يقلل من نشاط البويضة أوكي رح يقلل مش رح يصير فينا أوفيوليشن الإباضة أوكي وهذا معناته كالتالي إذا الامرأة ما بصير عندها إباضة فالامرأة هل بتخلف أو ما بتخلف لا احتمالية إنها تحمل رح تكون سفر إذا ما في إباضة طبعا إذا ما في إباضة معناته مش رح يصير لا تخصيب مش رح يصير حامل فبهذه الطريقة كيف إنه البروجستينز من خلال إنه بيقلل بيقلل من إفراز الـ FSH والـ L-H فهو بيقلل أوفيوليشن فبهذه الحالة بيقلل من حدوث الإباضة والحمل فعشان هيك البروجستينز بمنعوا من حدوث حامل جديد تمام؟ عشان هيك كمان الهرمون البروجستين والبروجستينز ممكن يستخدموا كموانع للحمل محن نحكي عنهم في كمان في شغلك تانية كيف إنه البروجستينز كمان بيقللوا من إحتمالية حدوث الحمل؟ الآن عنق الراحم نفسه عنق الراحم بسبب وجود البروجستينز رح يصير أضيق عنق الراحم عند النساء لما برتفع البروجستينز عنق الراحم نفسه رح يصير أضيق طب سهوات يعني وين المشكلة؟ هذا رح يعيق حركة الحيوانات المنوية عند الرجال أوكي يعني الحيوان المنوي لما بدخل داخل داخل عنق الراحم أوكي للفاجاينة عفواً لو بدخل بالفاجاينة أوكي لما يكون ضيق أوكي لما يكون ضيق كمان عنق الراحم لما يكون ضيق معناته إن الحيوان المنوي ما رح يوصل للبويضة وهذا كمان طريقة أخرى This is another mechanism of how بروجستينز أوكي بيعيقه من حركة الحيوانات المنوية ويعيقه وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة هنا الـ functions شو وظيفة البروجستينز أردي حكينا عنها prevent ovulation لأنه الامرأة لما بتكون حامل أوكي تكون حامل فغير مستعدها للحمل آخر في نفس الوقت فالبروجستينز غير إنه بيحافظ maintaining of the pregnancy غير إنه بيحافظ على الحمل الحالي ويمنع حدوث حمل جديد هذا بالوضع الطبيعي معتو إحنا ممكن نستغل هذه الشغلة الامرأة أثناء ما تكون حامل وهي حامل بنعطيها البروجستينز نعطيها evangelist snowflake إنه ويأت غيرETH نب行 البروجستينز إذا أخذته الامرأة أو هي غير حاملة راح يسوي لها عقم مؤقت من خلال أنه بمنع الأوفيوليشن الامرأة الحامل لو أخذت البروجستينز بالعكس هذا راح يثبت الحامل معناته عامل الوقت بلعب دور هل الامرأة أخذت البروجستينز قبل الحامل ولا أثناء الحمل إذا كان أثناء الحمل في البروجستينز بتصرف كمثبت للحمل إذا أخذت الامرأة البروجستينز قبل الحامل فالبروجستينز راح يتصرف كمانع للحامل فإحنا الآن أصبحنا هارفين كيف في البروجستينز قبل الحامل بمنع الأوفيوليشن فيحق من حركة الحيوانات المنوية عشان هيك هو معنى للحامل بعد الأثناء الحامل بالعكس هو بيزود وكمان بيقلل من حركة الرحم اليوتيروس فبهالحالة بيقلل من احتمالية حدوث الإجهاض الجليكوجين هو بيقلل من بيقلل من إعادة امتصاص الصوديوم والماء معناته بيقلل من من حجم الدم فبيقلل من الضغط بس خالة معلومة ممكن بعض الناس تغلط فيها أو تتخربط فيها كيف نيور مين الحكي إنه البروجستينز بتقلل من الصوديوم والواتر ري أبسورشن هذا ما احنا نحكي عن الاندوجينوس بروجستيرون لكن السينثاتيك بروجستينز السينثاتيك بروجستينز بالعكس بتزوي إديمة بتزوي إديمة بتزود من احتباس وتراكم الماء داخل أجسامنا طب ليش السينثاتيك بتصرف بشكل مختلف عن الاندوجينوس بروجستينز وحن نحكي عنها كمان شوي أوكي من الأشياء الثانية اللي بسويها البروجستينز وزيادة البادي تيمبرتشر كمان بيقلل من عدد البلازما أمينو أسد كمية البلازما أمينو أسد وذلك لأن البروجستينز هو أنابوليك أنابوليك يعني وكذي احنا شفنا كيف أنه بيزود من تصنيع البوليمار أوف غلوكوز بيزود من تصنيع الگليكوجين كمان بيزود من تصنيع البروتينز فهو أنابوليك أوكي فقرة جديدة ما هو الفرق بين الناتشورال والسنتيتك الناتشورال اللي هو اللي بيصير بتطنع بشكل طبيعي داخل أجسامنا هو الاندوجينز اللي كنا نحكي عنه أحسن أول أكتر مثال عليه على الناتشورال بروجستين هو البروجستيرون أحنا دائما لما لما مندرس بالفيسيولوجيا بيحكونا البروجستيرون بروجستيرون ليش؟ لأن البروجستيرون is the endogenous بروجستينز هالسنتيتك هو الصناعي ليش نرحل الصناعي؟ ليش ما نعطي للمريضة الاندوجينز بروجستينز وذلك لأن الناتشورال بروجستينز اللي هو البروجستيرون عنده نفس المشكلة تبعت الاستروجينز الناتشورال استروجينز وعنده نفس المشكلة تبعت الاندوجينز غلوكوكورتيكويت اللي هو الكورتزون وعنده نفس المشكلة تبعت الاندوجينز منيرال كورتيكويت اللي هو الألدوستيرون إيش؟ إنهم they are not stable لهذا السبب رحنا للسنتيك رحنا للسنتيك بروجستينز فالبروجستينز اللي موجود في الصيدليات هو عبارة عن سنتيك صناعي سنتيك بروجستينز ليش؟ وذلك لأنه اللي هم they are more stable السنتيك أنا بحكي عن السنتيك they are more stable اللي هم less first pass metabolism اللي هم longer duration of action لهذا السبب أننا رحنا للسنتيك بروجستينز لكن في معلومة كتير مهمة لازم نعرفها من وين بدأنا أو من وين صنعنا السنتيك بروجستينز صنعناهم من المادة هى الstarting material أو starting chemical compound for the synthesis of synthetic progestins هي 19 nor testosterone مرة ثانية مرة ثانية 19 nor testosterone هي keep it in your mind وبما احنا يعني صنعنا synthetic progestins من التستستيرون معناته synthetic progestins يحتوي على بعض الخصائص تبعة التستستيرون أيوة فالفرق الأساسي بين synthetic وبين natural غير انه more stable غير انه يحتوي على الأساسي من التستستيرون لذلك النساء اللي بياخدون synthetic progestin بسبب اللي عندهم androgenic effect بسبب انه تم تصنيع synthetic progestins من 19 nor testosterone عشان هيك نساء ممكن يصير عندهم اكني اكني لحب الشباب هذا بسبب الاندروجينic effect عشان هيك ممكن يكونوا العصبيات لأنه الاندروجين بزود العصبية بخليهم more aggressive عشان هيك synthetic progestins ممكن يسوي ممكن لأنه الاندروجين بتزود reabsorption of sodium and water فانتو تطلعوا قبل شوي احنا كنا نحكي انه natural natural progestins اللي هو البروجستيرون بيقلل من reabsorption of sodium بينما synthetic في العكس بيزود and it is very important very important to know فالsynthetic هو الو خصائص الاندروجين لأنه تم تصنيعه من الاندروجين هو 19 nor testosterone الآن synthetic progestins في أمثلة عليهم nor ethendrone nor gesterol levonorgesterol diesel gesterol nor estimate drosperinone I'm sorry drosperinone هلأ nor gestimate و drosperinone هدو ليش عليهم نجمة لأنه بيزود بدنا نقارن بيناتهم النور gestimate و drosperinone أقل اتنين اللهم androgenic افكت هلأ كلها تمنهم androgenic افكت لكن nor gestimate و drosperinone أقل أقل two synthetic progestins اللهم androgenic افكت مع مع الناتو نتوقع من أقل اتنين فيهم ممكن يسو اكني ممكن يسو اغريسي ممكن انهم يزود الوزن ممكن انهم يسو اديمة هو nord gestimate و drosperinone و هم الاثنين هدول ممكن يفضل استخدامهم في حالات اننا احنا ما بدنا ال androgenic side effects تمام ال clinical uses الاستخدامات ليش انا بدي اعطي ال progestins للنساء احنا ارد يحكي انا اول اشي خلنا نبدأ رقم اربعة اللي احنا ارد يحكي عنهم contraceptive contraception كمان يعني الحامل امت بتتاخد 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 متكون الامرأة غير حامل كيف حكي انا contraception المبدأ انه لو اعطيناها ال progestine فراح يسوي negative feedback inhibition للhypothalamus فراح يمنع من افراز ال gonadotropine releasing هرمون فهذا رح يمنع من ovulation من الاباضة طب هلا انا عارف انه في بعضكم ممكن يسأل طيب ليش ما نستخدم الاستروجين alone يعني هو الاستروجين نفس الاشي اذا عطينا للامرأة استروجين سنتتك استروجين رح يرتفع عندها الاستروجين رح يسوي negative feedback رح يمنع من الhypothalamus انه يفرز ال gonadotropine releasing hormone ورح يمنع البتوتري من انه يفرز ال H وال FSH عادة حبوب منع الحامل اذا رحنا في الصيدلية مش رح نشوف عادة مش رح نشوف تحتوي على استروجين فقط تحتوي على استروجين وبروجستين سنتتك استروجين وسنتتك بروجستين ليش والسبب هو لانه لو اعطينا الامرأة سنتتك استروجين لحاله مع انه قادر انه لحاله انه يمنع من الاباضة لكن احتمالية الكنسر احتمالية حدوث الكنسر رح تزيد امتى لما نعطي الامرأة حبوب منع الحامل تحتوي على استروجين only bill may increase the risk of the carcinogenicity طيب كيف نتغلب على هاي الشغلة الحلو فيهم انهم اللهم anti-cancer effect البروجستين اللهم anti-cancer effect عشان هيك رح سيصير في عنا co-administration co-administration انه نعطي synthetic estrogen مع synthetic progestins مع بعض هذا هذا حال البروجستين صغير انه بمنع ovulation كمان البروجستين بيقلل من risk of carcinogenicity induced by estrogen عشان عشان هيك عشان هيك عبوب منع الحمل بيكون فيها estrogen بيكون فيها progestins وشغل التاني maintenance of pregnancy already حكينا عنها ايش في كمان clinical uses uterian bleeding uterian bleeding bleeding نزيف بالرحم نزيف بالرحم بسيط نزيف بالرحم بسبب contraction of the uterus لما تزيد الانقباضات في الرحم هذا رح يزود من حدوث النزيف طيب شو علاقة البروجستين كيف البروجستين ممكن يعالج او يخفف من نزيف الرحم حكينا انه البروجستين بيقللوا من انقباض الرحم بيقللوا من contraction of the uterus فبهاي الحالة رح يقللوا من uterian او uterus bleeding تمام النقطة الثانية اللي هي disminoria disminoria هي عدم انتظام الدورة الشهرية عدم انتظام الدورة الشهرية كيف هاي كيف هاي هلا احنا حاليا في رمضان اوكي بدي احكي مثال الان واقعي بشهر رمضان عشان نفهم كيف انه سنت ممكن يعالج الان في رمضان بعض النساء بغض النظر عن الحكم الشرعي فيه بيجو عالصاقلية بياخدوا حبوب منع الحامل ليش علشان فبها الحالة راح يقطع عنهم الدورة الشهرية طب كيف هلا كالتالي طبعا هي سهلة هلا البروجستين الموجود بحبوب منع الحامل راح يمنع من الكونتراكشن أوف دايوتيراس اوكي لما يمنع الكونتراكشن أوف دايوتيراس راح يمنع البليدينج اصلا هو كمان الامرأة من خلال المنسترال سايكل شو بيصير عندها انه البروجستين بيزيد شوي 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 بعد انفجأ الليبل أوف بروجستين بيصير فيه شارب ديكلين بنزل بشكل فجائي وبشكل حاد لما بينزل بيصير عند المرأة بيصير في عندها كونتراكشن أوف دايوتيراس بيصير عندها انقباض في الرحم فبيصير عندها النزيف وبصير عندها الدورة الشهرية تمام فالدورة الشهرية عند النساء هو عبارة عن نقص حاد في تركيز البروجستين فإحنا لما نعطي للمرأة البروجستين رح نمنع من هذا النقص الحاد في البروجستين فبهاي الحالة رح نمنع النزيف ورح نمنع حدوث النزيف تبع الدورة الشهرية طيب أنا حاف نخربطكم طيب هلأ شو علاقتها بالدس منور النقطة اللي وصلكم يعني إحنا ممكن نتحكم بالوقت تبع الدورة الشهرية إذا شوفنا في عدم انتظام بالنزيف تبع الدورة الشهرية بدل مدى تيجي نتيجي كل 21 يوم أو 24 يوم إذا كان في خربطة تأخرت فإحنا ممكن كالتالي ناخد المبدأ أن نعطي للإمرأة نزود البروجستين بعدين لما نوصل عند الأيام اللي بدنا إياها نقطع عنها البروجستين فبصير عندها عبادة فبصير عندها عفوا فبصير عندها بليدنج فاستخدام بالدس منور نعطي للإمرأة بزيد منقطع البروجستين لما بهذه الحالة رح يصير في عنا شارب ديكريزمنت ان ديليبل أوف البروجستين فرح يصير في بليدنج أوكي إن شاء الله تكون الفكرة وصلت أوكي بنسبة للدس منوريا هلأ الاندومتريوسيز اندومتريوسيز تضخم بالاندومتريول هلأ الاندومتريوسيز له أسباب أسباب كتير من ضمن أسباب الاندومتريوسيز هو ارتفاع ارتفاع نسبة الFSH الFSH طيب هلأ شو علاقة الFSH بالبروجستين ليش أو كيف إنه البروجستين ممكن إنهم يقللوا من الاندومتريوسيز أيوة نحن شو حكينا علاقة البروجستين بالنغاتيب فيدباك حكينا لما نعطي الامرأة البروجستين هذا رح يزود من كمية البروجستين الموجودة في الدم هذا رح يمنع عفوا هذا رح يزود رح يزود من النيغاتيب فيدباك لما نعطي الامرأة البروجستين هذا رح يزود النيغاتيب فيدباك لمين للهايبوتالمس معتوا الهايبوتالمس رح يبطل يفرز الاجوناتوتروبيين ريليزين هرمون وبهالحالة البيتوتري غلاند رح تبطل تفرز الFSH والLH كمان بالمرة وبهالحالة شو حصير بالإندومتريوسيس رح يقل معناه توصلنا لكونكلوجين انه البروجستين بتعالج الإندومتريوسيس من خلال انها بتحفز أو بتزود النيغاتيب فيدباك فبهالحالة بتقلل من الFSH فبتقلل من الاندومتريوسيس كما الآثار السلبية أو الآثار الجانبية لا البروجستين الآثار الجانبية لا البروجستين أول شي Central Nervous System يس البروجستين إلوه آثار سلبية أو جانبية على Central Nervous System غير أنه بيسوي هدك صدع في الراس كمان بيسوي اكتئاب هلأ ربما أنا عارف أنه الحوامل بيكون البروجستين والبروجستيرون بيكون عندهم عالي بيكون مكتئبات هلأ ليش مكتئبات لأنه صار في عندهم خربطة بالهرمونات زي سألته الطبيب بحكلكم أنتم مكتئبات لأنه في عندكم خربطة بالهرمونات هلأ الخربطة بالهرمونات شو اللي تغير على الامرأة الحامل بشكل أساسي هو ارتفاع كمية البروجستيرون للأسف ارتفاع البروجستيرون بيسوي اكتئاب وقلة الاستروجين بيسوي كمان اكتئاب الاستروجين يقال أنه هرمون السعادة عند النساء وفي بعض يقال أنه هرمون التعاسر بس بصراحة لا هو هرمون السعادة الأغلب يحكي أنه زيادة الاستروجين بيخلي الامرأة تشعر بانثويتها فتخليها سعيدة أكتر الزيادة البروجستيرون بالعكس بيسوي اكتئاب ونحن بيسوي اكتئاب لما تأخذ الامرأة حبوب منأ الحامل هي حبوب منأ الحامل بسبب وجود البروجست البروجست ممكن أنه يسوي لها مشاكل بالسنترال نيرفز سيستم وأنهم المشكلة هي الاكتئاب النقطة الثانية الاندروجينيك افكت هاي اندروجينيك افكت بنشوفها بالسنتيك واصلا احنا ما بنستخدم غير السنتيك بس طبعا شو من الاندروجينيك افكت الويت غين الأكني والليبيدو اكتب بحكيكم بقليل اللي بيدو لأنه الميكانيزمز أنه لما بنعطي للامرأة بروجستيرون هاي البروجستيرون راح راح تسوي نيكتف فيدباك انهيبشن فرح تخلي أنه الهايبوثالمس ما يفرز الهرمونات بتحفز البيتيوترية اللي بتحفز من تصنيع الهرمونات الانثوية والذكارية عند عند الرجال والنساء فبها الحالة إذا ما تصنع التستيرون عند الرجال وإذا ما تصنع الاستروجين عند النساء راح تقل الشهوة راح تقل اللي بيدو طبعا هذا الكتاب هيك حاكي أوكي صحيح بس صحيح بنسبة 50% ليش لأنه ممكن احنا نلاحظ في حياتنا العملية بالصيدليات راح يجو الناس يحكونا العكس راح زادت طيب إحنا كيف ممكن نفسرها إنه بعض الناس إنه الليبيدو الرغبة الجنسية عندهم بجديد بعد ما أخدوا السينتتك بروجستيرون لأنه واضح السينتتك بروجستينز لأنهم أندروجينيك وأثبتت الدراسات سواء الإحصائية والتجارب المخبرية إنه زيادة الأندروجينيك إفكت سواء عندي الميلز أو عندي الفيميلز هذا بيزود الليبيدو فكالتالي إدى وصلكم إياهم هلأ الكتاب كاتب لكم إنه السينتتك بروجستينز بقلل الليبيدو أوكي 50% صح لأنه لأنه في المقابل 50% من الناس بزيد عندهم الليبيدو لما بقلل الليبيدو إحنا عارفين السبب ليش لأنه السينتتك بروجستينز راح يقلل من تصنيع من تكوين الإستروجين الداخلي عند النساء ويقلل من تكوين التستستيرون الداخلي عند الرجال أوكي فبهاي الحالة راح يقل الليبيدو طب لو زاد كما ممكن نفسرها لأنه السينتتك بروجستينز هم عبارة عن أندروجينيك إفكت لأنهم صنعناهم من 19 نور نور تستستيرون فبهاي الحالة راح يزيد ممكن يزيد في عندهم الليبيدو how to reduce the androgenic effect how to reduce إننا نستخدم السينتتك استروجينز اللي إلهم law androgenic effect اللي هم إش نور جستيميت و دروس برينون إننا نستخدم السينتتك بروجستينز اللي إلهم law androgenic effect تمام رقم ثلاثة شو من side effects اللي ممكن تسويهم البروجستينز الاستروبروس أيوة هون بتطرف في شكل عكسي البروجستينز بتطرف وعكس الاستروجينز في أكتر من شغله أول شغله هي بالكانسر الاستروجين بيحفزوا الكانسر البروجستينز they have anti-cancer الشغلة الثانية وين البروجستينز بتطرف عكس الاستروجينز هي في حالة الاستروبروس الاسترو كويس الاسترو بيعالج الاستروبروس لكن بالعكس البروجستينز بيزود من الاستروبروس وممكن يكون كصاد طب ليش خلينا نحكي ليش الله خلق أو خلى البروجستينز أو البروجستيرون الله خلاهم إنهم بيسووا استروبروسز نحن لازم نأخذ الموضوع بشكل إيجابي لأنه البروجستيرون هو هرمون الحامل الإمرأة لما تكون حامل